الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المصري وعلى آله وصحابته والتابعين وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورتما لولا هو لن تخرج الدنيا من العديد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكلين والثقلين والهريقين من عرب ومعزلين يبينا الآمر الله فلا حد فغر في قول الآمره فلا نعني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الهوال مقتحا دعا إلى الله فلمستمسكون به مستمسكون بحول الأي من فصل آقا نبينا في خلق وفي خلق ولم يداروه فيه وذا كان وكلهم من رسول الله مرتمس آقا نبينا في خلق وけれامين نبينا في خلق وفي خلق وفيวدتنا من يوم forty second الثق Transport محمد صلى الله عليه وسلم Jver complic يمة نبينا في خلقότε لڤو嘎 نسمي منزه عن سريك في محاسم نجوه القسن في غير مقسن والله ضرورة وكيف تبعو إلى الدنيا ضرورة من نولاه لم تخرج الدنيا من الأمر هذا تكملة للبيت الماضي قال وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعبوا عليه الصلاة أكدت زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ضرورته في الدنيا قال لا يتهم ولا يعتقد أحد ولا يتوهم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطرا للدنيا عن حاجة لها هذا غير صحيح وذلك ذيّله بقوله وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من الأمر لذا كانت الدنيا لم تخرج من العدم إلا بالسبب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يحتاج مها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان طلاقا ورفضا وكما قلنا ماضيا النبي صلى الله عليه وسلم أخيره الله تعالى بنا أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عدد واختار العبودية فهذه أقصى مقامات الخدمة وأقصى مقامات القرب هي العبودية فقال الله تعالى وإنه لما قام عبد الله يجروه كبير يكون عليه فالعبودية هي أقصى مقام القرب النبهان يقول هو العبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد والزمان نبي الهدايا أعظم الناس نائلا ومن جوده في العالمين عميم ومن هو في الدارين خير وسيلة شفيع لدرك رب الكريم الكريم تدارك أغذني في أموري فإنني عارت من أمور مسؤن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب آل إلى أن يقول هو العبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد والزمان فالكون كله خادم للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن أفضل الكون هم الرسل كما سيأتيكم وقدمتك جميع الأنبياء إيها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وبالتها تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم أنت صاحب العالم وهو الخدم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لو لاه لم تخرج الدنيا من العدم وذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين السيد الرئيس والمقدم سيد الكونين الجن والإنس سيد الكونين والثقلين الكونين كون الدنيا وكون الآخرة أو الثقلين الإس والجن خلق الدنيا وخلق الآخرة سيده النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الثقلين وهما الإنس والجن والفريقين من عرب ومن عاجمين يعني الآدميين فالأكوان هنا الآخرة والدنيا والجنسان هنا هما الجن والإنس والجنس الآدمي نوعان وهو العرب والعجم وهو سيد السادات كما قال العارف الله تعالى محمد مسجد السادات ومعطيت حجب العلا ليلة الإسرائيل علىه راحي وراحة روحي أنت وما ألد ذكرك في قلبي وأحلام كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لو لاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والسقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي هو الآمر الحقيقي وهو الناهي حقيقة بتغويض الأمر له من رب العالمين نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم نبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط مطلق لسائل فليس أحد أبر في قول لا منه ولا نعم لا تصدر منه إلا لنهي تشريعي فقط لا تصدر إلا لنهي شريعي ولا أحد أبر منه في قول لا في التشريعي أما في الأمور الدنياة فلم يقول لا فقال لا قط إلا في تشهده دولة التشهد وكانت لا أهو نعم هذا لأحد أحفاده فما بالك به ورسول الله عليه وسلم لا فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم قوله نعم لا أحد أبر منه لا أحد أبر في هذا لا أحد أحكمه ولا أحد أكثر آدم منه صلى الله عليه وسلم في نهيه ولا أمره ولا في تأخيره في الطلب فنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يسروا أحد لا يرده إلا بحاجته أو بلين من قول كما بحديث ترمك يا جاء السائل فإن كان موجودا أعطاه إياه وإن كان غير موجودا فيقول له انتظر حتى يفتح الله وتعالى فلم يقول لا مطلقا وذلك عمر رضي الله تعالى قبله يا رسول الله وسلم ما كلف في الله بهذا فرؤيا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحد الحاضرين أنفض ولا تخش من العرش إقلاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فلم يقول لا لا لم يقول لا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمة هو الحبيب المحبة أولى من الخلة المحبة مقام فوق الخلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذ خليلا لاتخذتنا بابك خليلا ولكن خوة الإسلام فخلة نبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى ومحبته لله تعالى فقد خص بالمحبة ويفق الخلة فإبراهيم عليه السلام خليل الله ونبي صلى الله عليه وسلم خليل الله ومحبيبه جمع من الأمرين والمحبة أولى من الخلة والحبيب الذي ترجى شفاعته تؤمن ويعول على شفاعته في كل هول من الأهوال المتحرة سواء كان دنيويا أو خرويا فهو المتجو والمتجو المعهود والوزر الذي لديه يقر الأمن من زع سعر العروب وكل من عاقه عائق في الدنيا والآخرات واشتجاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تحل تلك العوائق لا شك في ذلك هذا ليس خاصا بالقيامة وليس خاصا بهول الموقف لا ورغب الكعبة في الدنيا لا تزين عند الله جناح بعوضته إذا كان هو الذي يحل الموقف الأخوية الذي ترده الأنبياء كلهم فما بالك بالدنيا التي لا تزين عند الله جناح والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتحرة لكل عام لا تقييد فيه مطلقا لا تقييد فيه مطلقا لا في الآخرة ولا في الدنيا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير دعا الناس إلى الله سبحانه جل جلاله دعا إلى الله فالمستمسكون به فالمتمسكون به صلى الله عليه وسلم والمختبون لأذره صلى الله عليه وسلم مستمسكون بحبل غير مقاطع غير مفاصم لن ينفاصم تصموا بحبل الله جميعا فحبل الله تعالى لا يلقاطع فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم فاق الرسل والنبياء في خلق وهو حصل الصورة وفي خلق وهو الآداء فلم يدانوه لم يقاربه ما قال لم يشاركوه قال لم يقارب لم يدانو فق من المقاربة والمشارقة فق كبير قال لم يدانوه في علم ولا كام ولذلك قال وكلهم رسول الله والتمسون الغرفا من البحر يا الله كل الأنبياء وقفون عندنا في صلاة الله يلتمسوا الالتماس وقلبوا الأذناء من الأعلى أول أمر إذا كان من الأعلى كأمر الله تعالى بخلقه والدعاء هو إذا كان من الأسفل للأذناء سؤالنا لله تعالى ببنا لا تؤخذنا إن مسينا واخطانا ببنا ولا تحملنا والتماس هو طلب الأسفل من الأعلى على وجه الأذب الالتماث قال وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلتهم جميع الذي أخذه الأنبياء من أولهم من آدم عليه السلام إلى سيدنا عسى عليه السلام ساداتنا الكبرى كلهم واقفون عند نقطة العلم أو شكلتهم فكل ما أخذوه من العلوم إنما هو جرد شكلتهم ونقطة المرأة أيضا على موقفون لنسبة لنبي صلى الله عليه وسلم موقفون لديه عند حد من نقطة العلم أو من شكلت الحي كامي نقطة فقط صحي ديم طالبنا ديم ديم الأمطار ديمة المطار وعقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم باقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يهدامه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله متمسون غرفا من البحر أو رش فم رش المطار الأمطار ديمة هي المطار وهذا عبارة عن علوم النبي صلى الله عليه وسلم بحور بالنسبة لعلوم الأمطار وأنه يعني الملتمس منه سحايا الأمطار غذيرة جدا والجميع الملتمس منه الذي أخذه الأمطار أن ما هو نقط ورشفات من البحر ولا ينقص البحر رشفات ولا ينقص الديمة الهطلاء الغزيرة يعني رشات يعني فهو الذي تم معناه وصورته سبحانه صلى الله عليه وسلم هو الذي تم معناه خلقه ومعانيه حلم وصورته ويخرقه الله للبدن تم معناه وصورته ويصطباه ومختاره الله تعالى حبيبا بارئ نسم بارئ الكائنات نسمة الذوات بارئ خالق الكائنات ولذلك قال منزه عن شريك في محاسنه في جوهر الحسن فيه ضير المقسم النبي صلى الله عليه وسلم منزه معظم ومرفع عن المشاركة في حسنه فالحسن معطي يوسف عليه السلام ونصره أما الحسن كله بغطي للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال منزه عن شريك في محاسنه فجوهر العلم فيه ضير المقسم وفي لذات الماضية إشارة النان المصرية يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الأنبياء وأنهم ملتمسون منهم وأنهم نوابه قال وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الشيكم وهم يأخذون ويقتبسون منه كما سيأضع في آخر القصيرة وفي وسطها حيث يقول فإنه شمس فضل كواكبها يظهرن أنوارها للناس وقال البعجل والبث والحق والمث بالسكي وقال ذلك ظهر من انتظار منه ليلة الإسرائيل واقتدائه به في بيت المغدسي فهذا بذل أنه رسول لصد فهو الذي تم معناه وصورة يود وصطفاه حبيبا بارئ نسمي منزه عن شريك في محاسمه فجوهر الحسن فيه غير مقسم وهنا يغلط فهير من الناس أو زنادقة من الناس هذي يقولون إن هذا إشراك بالله هذا فقه كبير جوهر جسم والله ليس بجسم وقال منزه عن شريك في محاسمه فجوهر الحسم فيه ومن تهى لحد كما قال المقالي الإجسام تبقى تنقسم إلى أن تبلغ درجة صغيرة لا يمكنها القسم ذلك هو الجوهر وهو الذي تتركب منه الإجسام فما دام جسما ينتهي إلى صغار وحجم هذا يختلف على الله سبحانه فقال فجوهر الحسني فيه غير ومقسم فما انتهى لحد منع القسم فجوهر الفرد وشري الحسن بلغ من الصغر جوهر فرد لا يمكن أن يتجزى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تتقسم أجزاء الجمال بالنسبة له وإنما هو الذي أكمل الجمال والجمالات كلها والأنوار كلها مؤتبسة من رسول الله 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 وكما سيتم لبيات الهاتية إن شاء الله ولذلك أيضا نقله بقول دعنا ادعته النصار في لبيه الرجل عالم هو إذا كان الإمام سليمان الجمل المفسر صاحب الفتوحات الإلهية حاشية الجلالين للإمام السويطين وأقول لكم أن أدرى الناس بتفسير القرآن حسب العلمي في المناطحات اعتماده على سليمان الجمل حسب أيامنا الماضي هذا قال هو الإمام العارف الهمام ووصفه بأنواع من العلم والمعرفة والهمة لم أره وصف بها غيره قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم إذا أردت أن تسلم من الشرك فلا تقول ما ادعته النصارى دع ما ادعته النصارى في نبيهم لا تقول عيسى ابن الله ولا تقول إن الله تعالى حاشه ذال الهدين ولا تقول إن ما دعته يدر يهود عزير ابن الله وبعد ذلك صفه بما تشاء دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شتا ما دون ذلك لا حرج إذا وصلت إلى ذلك فهذا عين الكهر وما دون ذلك فهذا هو عين التعظيم والاحترام دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شتا فيه واحكم بما شتا فيه واحتكم واحكم بما شتا مدحا فيه واحتكم اندحوا بما تشاء لا تصفوا بمبوبية ولا أنه ذال ذلالة ولا أن موسى عيسى بن الله ولا عزير الله وما بعد ذلك لا حرج عليهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف سب إلى ذاته الشريفة وجسمه الشريفة ما شئت من شرف من جمال ما شئت من شرف وانسب إلى قدره معناه حاله وأخلاقه ومعاني وانسب إلى قدره ما شئت من عظامه فإن فضل رسول الله ليس له حد فإن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها حد فيعرب عنها ناطق وهذا كما قال ابن الفارق فما قال أرى كل مدح للنبي مقصرا وإن بالغ المذنع عليه وأكثر إذا الله أذنى بالذي هو أهله عليه فما مقداره ما يمتحه كما قال العروسي قال موسى وعيسى والخليل تبركوا به وعنوا له تسليم ليلة الإسرائيل قال شاو يلتبسون منه البركة وهوليهم أول العزم من الرسل موسى وعيسى والخليل تبركوا به وعنوا له تسليم وما من أمة إلا وكانت تسأل الله تعالى أن يجعله نبيا 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 تمنت بعثه كل أمة ونحن بذلك البعث من بينهم فزنا الحمد لله لا إله إلا الله تعمد دعته النصارى وفي نبيهم وحكم بما شئت من حرمه من الفرد يقول وصحب زليخان لو رأينا جبينه لآثرنا بالقطع الفؤاد لو أسمعوا يوسف لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة في وجهه نسي الجمال المسوح لو أسمعوا يعقوب جمال النبي صلى الله عليه وسلم بعض ملاحة يعني نسي الجمال المسوح وبصحب زليخان ورأينا جبينه كاثرنا بالقاق الفؤاد قلوبهنما قطعنا أيديه وقال الإيمان الصوي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى وقطعنا إيديهن وقلنا حاش لله قال أما الحسن كله هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا لا تفتتن النساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله تعالى غصر النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة للعالمين فألبسه الجلال فوق الجمال ولذلك قال الشعر ما حسن يوسف النبي الكاملي إلا كشطر من بخور الكامل لو لم يكن إله يرجبالي كسل جمال منه بالجلال ما استاعت العين إليه تنور ولا رأت ما ليس منه تقدير قال بس سترى الله جماله بجلال ذلك ما يفتسل النساء به والله تعالى نصله رحمة للعالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك تبحانه ربك رب العزة عما يصيهون والسلام على المصرين والحمد لله